فقط أشير مشاهدين الغارة التي سقطت قبل قليل على الضاحية الجنوبية في بيروت على ما يبدو بأنها سقطت في منطقة الشياح إذن هذه آخر المعلومات حول سقوط هذه الغارة الإسرائيلية قبل أن أنتقل أنا لا أريد أن أخرج صراحة من هذا الموضوع لكنا نتحدث فيه أستاذ أسعد ولكن زيارة الوزير الخارجي الفرنسي أنا أريد أن أسألك عن منطقة الشياح بس جاوبني على هذه النقطة عشان لا نقطع التسلسل الفكرة بالنسبة لزيارة الوزير الخارجية الفرنسي الآن هل ممكن أن يتباحث في مسألة تسليح الجيش كان هذا حديث مطروح سابقا أساسا على موضوع الجيش التسليح والتدريب وما إلى ذلك أما الوقت يتطلب أن يؤجل هذا الأمر هناك خطط جاهزة لتسليح الجيش لتنفيذ مهمة تطبيق الزقرار 17-01 وحماية الحدود وهذه الخطة للمجتمع الدولي والعربي مستعد بسرعة أولا قيادة الجيش تطلب زيادة العديد بشكل كبير لأنها منشاغلة وتنشر وحداتها في كل المناطق اللبنانية فلا تستطيع إلا أن تطلب زيادة العديد والتجنيد الأمر الثاني التجهيزات وهناك تلبية أعتقد أنها ستكون سريعة من المجتمع الدولي لكن شرط الحكومة اللبنانية يجب أن تأخذ قرار بأن الجيش يكون على الخط الأزرق بأن القرار 17-01 يجب أن ينفذ بحذافيره إذا لم تلتزم إسرائيل واشتاحت إسرائيل مجر طب طب ليه ينفذ يعني ليه ينفذ من طلب فاهم قصدي يا أستاذ أسعد إذا إسرائيل من طرف واحد طيب إسرائيل أساسا لو دخلت هي هتنفذ فكرة 17-01 أم أصبح 17-01 في الخلف الآن هي هتدخل علشان ترسم حدودها البرية وربما يكون أبعد من الحدود المرسومة في القرار أبعد من الخط الأزرق كي لا يصبح رسم الخطوط البرية بحكم احتلال جديد كي لا ندخل في معمعة احتلال جديد كي لا ندخل في مرحلة 78 اجتياح الليطاني القديم يجب أن ننفذ كي نقطع الطريق على إسرائيل لكي لا تفكر بهجوم بري ولكي توقف عدوانها وحربها التي تدمر لبنان لبنان مصلحته بأن ينفذ القرار الدولي تحت سقف الدستور والقرارات الدولية وأن تكون قواها الشرعية هي التي تحميها على الحدود ونقطع السطر خلاف ذلك تبين أن لا شيء يحمي لبنان كل الإدعاءات السابقة مسار الأحداث يدل على أن لا شيء يحمي لبنان خصوصا إذا ما كان لبنان قد تحول إلى مختبر وساحة لطهران فإذا القرار بيد طهران لن تضع أولويات حماية لبنان على طاولتها هي تضع أولويات أخرى تستعمل لبنان كساحة وكمختبر ولمسنا ذلك في كل البيئات هناك صحوة معينة على فرضنا داخل محور المقاوبة والممانعة لماذا لا تدخل طهران عسكريا اليوم مدام هناك وحدة ساحات فإذا لا تدخل لأنها تقاتل بالآخرين وتفاوض لنفسها اليوم دولة لبنان هي قوة لبنان جيش لبنان قوة شرعية هي قوته وليس أي شيء آخر على الإطلاق قي نقطع الطريق على إسرائيل يجب أن ننشر الجيش على الخط الأزرق أن ينفذ القرار 17-01 أن ينفذ تحت سقف الدولة والمؤسسات لدولة تعتبر نفسها جزءا من الشرعية الدولية وبحماية الشرعية الدولية هذا ما يجب أن يحصل شكرا من بيروت الكذب الصحر بالنسبة للشياح أيوة أيوة دينيها كذا باختصار لو سمحت 30 ثاني الشياح هي منطقة جزء أساسي من حي كبير من ضاحية بيروت الجنوبية محاذية لعين الرماني هناك خط فاصل يبدو أن هذا الاستهداف ربما يكون محاولة اغتيال جديدة تنفذها إسرائيل تنتقي إسرائيل أهدافها وتشمل بيروت والضاحية الجنوبية بالأسف هذا مستمر طيب ما علينا نكمل طالما أنه هو الممكن يكون الاستهداف بناء على شخصيات معينة أو اغتيالات معينة معقولة نتكلم تقريبا الآن أسبوعين أسماء بعينها أين تتواجد في أي غرفة ويتم استهدافها بهذه الدقة إلى أي مرحلة وصل الاختراق الاختراق من داخل الحزب وليس من الخارج يعني إحنا كنا نقول أنه قد يكون اختراق واستخدام تكنولوجيا متقدمة لإسرائيل ولكن ما نشهده الآن في نوع من توصف بأنها خيانة توصف بأنه اتخذ قرار بفكفكة الحزب أشرح لدان جانب والجانب الآخر ماذا يعني ذلك لإيران يعني حزب الله هو أداة مهمة بالنسبة للجانب الإيراني هل بذلك سيفقد إيران هيمنتها في المنطقة أم ماذا أو محاولة هيمنتها على المنطقة نعم ستة هاني نقطتين أول شيء بالنسبة لإيران يعني أنا أخالف نظرية أن إيران تركت حزب الله لمصيري ويتضح به هذا غير صحيح على الإطلاق لأن إيران استثمرت في حزب الله مليارات ومليارات دولارات وهي تعتبر أنها ورقة قوة ولكن إيران غير قادرة بالفعل أنا مش عايزة أقاطعك بس أنا في هذه النقطة أنا يعني ممكن أتفق معك وأنقولها الجانب آخر الآن أيضا تضمنها في إجابة حضرتك لما نتكلم ونقول بأنه والله حزب الله بعد كل هذه الاستهدافات أفقد من جانب كبير من قدرته ما هي المعطيات اللي تخلينا نتأكد بأنه هو أفقد جانب كبير من قدرته حتى يعني مصانع الأسلحة أو مخازن الأسلحة للحزب التي تستهدف من الجانب الإسرائيلي لم يتم الإعلان عنها بوضوح هذه نقطة النقطة الثانية أغلب الانتصارات التي تقول إسرائيل بأنها حققتها في لبنان هي استهدفت المدنيين على فكرة هي استهدفت منازل المدنيين أكثر من الجانب العسكري التابع للحزب تفضل كنت أقول عن إيران لماذا غير قادرة لأنها تعرف حدود القوة وإيران دولة براجماتية يعني إيران لا يمكن أن تدخل في حرب لكي تواجه أمريكا في المنطق وبالتالي هي تقدم لحزب الله أكثر مما تستطيع عن الاختراقات هناك اختراقات في داخل إيران نعم هناك اختراقات في داخل لبنان نعم ولكن كل هذا ما حصل الذي يشبه للأفلام السينمائية بالنسبة للارتيالات وعمليات البيجر وغيره طبعا هناك دولة إقليمية لها قدرات هائلة تكنولوجيا هي إسرائيل لن يعرف الآن إلا بالتأريخ فيما بعد لأن هذا سيكشف عند الإسرائيليين في صحفتهم أو لدى مؤرخيهم كيف حصل كل ما حصل بهذه السرعة الآن لا يمكننا أن نعرف الله للأقل يمكن أن نقول هذا مزيج بين التكنولوجيا العالية جدا الـ AI وربط المعلومات والقدرة على الرصد والتصوير اشتركوا في القناة